هشام مطر اللي احنا حطين صورته في الفيديو وال تعالوا نشوف قصة الهاشتاج العالمي بلو فور سودان القصة بدأت بشكل عفوي من اهالي واصحاب الشهيد محمد مطر اللي استشهد في مجزرة القيادة العامة غيروا صور بروفيلاتهم للون الازرق اللي كان الشهيد بيحبه انتشر الهاشتاج في العالم وتحول لحمل التضامن مع السودان ككل في ثورته ضد المجلس العسكري الانقلابي ودعم الشباب وللتنديد بالجرائم ضد الانسانية اللي حصلت تويتر انستجرام تحولوا للون الازرق والمشاركين من جنسيات العالم المختلفة اكتر من السودانيين ذاتهم اللي ممكن ما عارفين اللي حصل ذاته طبعا دي لهجة سودانية والناس بقت بتسأل عن الشهيد محمد مطر قصته شنو وبيعرفوا من وين جاء اللون الازرق وسودانيين فتحين تلقاهم بيكتبوا عن العسان المدني اللي حصل في نفس الهاشتاك الازرق ده وعليه حيفهم الناس اكتر واكتر عن ثورتنا بل بدت تظهر رسومات وابداعات تعبر عن الثورة السودانية وكلها باللون الازرق الفنانة ريحانة وبعد ستوري الامس في الانستجرام اللي اتكلمت فيه عن الثورة السودانية والضجة العالمية اللي حصلت قامت الليلة وغيرت صورة الكفر في تويتر باللون الازرق تضامنا مع الثورة فليعش سوداننا على من بين الامم سياسة وكده صحفيين عرب وجانب شاركوا في الحملة وتكلموا عنها وتقارير اتكتبت الموضوع لسه بيكبر والدعم والزخم العالمي بلا مبلغة يخليك تفرح للحد الاقصى زي ما حضراتكم شايفين معانا ان محمد مطر واللون الازرق اصبح ايقونة بتعيد الثورة السودانية الى العالم محمد مطر هذا الشهيد هو مهندس من السودان ومقيم في بريطانيا عن 26 سنة بعد ما اشترك في الاعتصام حاول يساعد احدى المعتصمات على الفرار ولكن تم قنصه وقتله ولما تكلموا مع والده قال ان هو كان من عشاق اللون النيل من عشاق اللون الازرق فجاء التضامن معاه مع محمد مطر رحمة الله عليه وبعدين تحول الامر للتضامن مع الثورة السودانية